هذا ندائي لجميع المؤمنين والمؤمنات إذا أردتم أن تعيشوا أحراراً تحت راية إمامكم عليه السلام في وطن خاص الوطن المهدوي ليست الرافضة من الإسلام في شيء الإمام أحمد بن حمل الوطن المهدوي هل هو وطن حديث صديق للبيئة؟ أم دعوة للكفر والتبرؤ من الصحابة؟ دولة ياسر الحبيب الشيخ اللي تم تكفيره والمطالبة بقتله بعد ما سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة إزاي خطت ياسر الحبيب لإنشاء وطن كامل للدعوة للمهد المنتظر عند الشيعة؟ إلا أول حاجة هيعملها لما يظهر هيخرج جثة سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر بن الخطاب ويصلبها ويحرقها وطن يكون حر فيه هو وباء الشيعة الروافض لدعوة العالم للتبرؤ من أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صديق المشاهد لو عاوز تعرف أكثر عن الوطن المهدوي وإيه هي الخطط والأهداف من إنشاء الوطن ده يبقى لازم تتابع معنا فيديو النهاردة للنهاية بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة واتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد الوطن المهدوي اللي بيتم تأسيسه عشان يكون وطن لكل الشيعة الروافض اللي عاوزين يكونوا خدام للمهدي الغائب ولكن في البداية صديقي خليني أعرفك أكثر عن الشيعة الروافض وأقول لك هم مين بس مبدأين كده لازم تكون فاهم إن لفظ الشيعة بيشير لأنصار شخص معين فأنصار الشخص هم شيعته وفي العصر الإسلامي الأول كم موجود شيعة علي وشيعة الحسن وشيعة الحسين وشيعة معاوية خلونا نرجع للفترة اللي توفي فيها الرسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف البداية جت منين في الوقت ده الخلافة راحت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ولكن في مجموعة من المهاجرين والأنصار رفضوا أنهم يبيعوه لأنهم كانوا شايفين أن الخلافة لازم تكون من آل البيت وعلشان كده كانوا عايزين يبيعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان منهم العباس بن عبد المطالب والفضل بن العباس والزبير بن العوام وأبو ذرن الغفاري وعمار بن ياسر ولكن علي بن أبي طالب ردهم وفي النهاية الكل بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه ولكن فضلت فكرة أحقية آل البيت في الخلافة موجودة في عقل ناس كتير والموضوع تكرر من جديد بعد وفاة أبي بكر وبعد مقتل عمر بن الخطاب وعلي رفض برضو لكن نوافق في النهاية بعد وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا علشان ما تحصلش فتنة رغم أن تولي علي بن أبي طالب الخلافة كان أمر سياسي بحت إلا أن دائما منعش من ظهور فرقة صغيرة جعلت من توليه الخلافة حركة دينية ولكن الحركة دي ما كانش لها تأثير كبير في الوقت ده وأطلق المؤرخون على الحركة دي الشيعة السبائية وده نسبة لمؤسسها عبد الله بن سبق وهو يهود من اليمن ادعى الإسلام في زمن خلافة عثمان بن عفان وأسس عقيدة منحرفة عن علي رضي الله عنه حيث ادعى صفات ألوهية له وعظمه وقدسه وكان ابن سبق أول من تكلم بسوء عن صحابة رسول الله وأمهات المؤمنين وإدر عبد الله بن سبق يجمع مجموعة من الأنصار في البصرة والكوفة بعد كده وإدر يدخل مصر بعد ما اضطرد من كل البلاد اللي كان بيدخلها بسبب العقيدة الفسدة اللي كان بيدعو لها ولما جاءت لفرصة إدر يستغل غضب الناس على الخليفة عثمان بن عفان بسبب مطالب سياسية لحد ما تأتى العثمان رضي الله عنه في المدينة وبكده يكون إدر عبد الله بن سبق يخلط العقيدة بالسياسة بكل خبث ودهام ومن هنا بدأ يظهر للناس لأول مرة مصطلح الشيعة بمعناه الحالي واللي كانوا شايفين أن قيادة الأمة الإسلامية بعد موت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي من حق الإمام علي ابن أبي طالب شوف يا صديقي الشيعة بينقسم الأكثر من قسم وأكثر من فرقة وذكر الشهر الثاني أنهم 22 فرقة ومن فرق الشيعة الزيدية الإسماعيلية والرافضة الفرقة الرافضة من أخطر فرق الشيعة واللي بيتم تسميتهم بالفرقة الاثنى عشرية وتسمت الفرقة بالرافضة لأنهم لما راحوا لزيد بن علي وطلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر بن الخطاب رفض فرفضوا فاتسموا الرافضة وتسمت الطائفة دي بالاثنى عشرية وده لأنهم بيجعلوا الإمامة عندهم في إثنى عشر إمامة العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله إنهم أشدوا الناس خصومة وبغضا للحق وأهله وللسنة وأهلها وعقيدتهم أبعد العقائد عن الإسلام وذلك لأنهم بطعنهم في الصحابة رضي الله عنهم يطعنون في الدين وفي الشرعة لأن الشريعة إنما نقلت إلينا بواسطة الصحابة وشيخ الإسلام بن تيمية قال عنهم إنهم بيوال المنافقين والكفار من اليهود والمشركين على المسلمين وإنهم من أجذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات وأل عنهم عامر الشعبي فسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة لا تقوم لهم راية ولا يثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمة ولا تجاب لهم دعوة دعوتهم مضحوضة وكلمتهم مختلفة وجمعهم متفرق كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاءها الله ومن النقاط المختلف عليها بين السنة والشيعة يا صديقي الإمام المهدي المنتظر أهل السنة والشيعة متفقين على مجيء المهدي المنتظر لكنهم اختلفوا فيما وراءه فالمهدي عند أهل السنة رجل صالح هيظهر في آخر الزمان أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة بيؤمنوا بكل اللي الذكر عنه في الأحاديث النبوية ولكن الموضوع دام ليش تأثر عندهم في الحكم على الناس بالكفر والإيمان فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا ولكن المهدي عند الشيعة أصبح جزء من الإيمان والشريعة لدرجة أنه طغى على أسس الدين الأخرى واختروا عنه حكايات وقصص ما أنزل الله بها من سلطانه والمهدي عند الشيعة الروافض بالتحديد شخص معين معروف النسب اسمه محمد بن الحسن العسكري ابن الإمام الحادي عشر من آئمته وهو من نسل الحسين بن علي رضي الله عنه والرفضة بيقولوا أنه بعد موت أبيه وهو طفل دخل سرداب اسمه سرداب سام الراء واختفى جواه من أكتر من 1167 سنة وبيقول الشيعة أنه الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار وهو الذي يورس العصى ويختم الفضى ومن وقت ما محمد بن الحسن العسكري اختفى في السرداب وهم كل يوم بينتظر خروجه لدرجة أنهم بيروحوا يقفوا بالخيل عند باب السرداب وينادوا عليه وبيقولوا له أخرج يا مولانا ثم يعودون بالخيبة والحرمان في كل مرة وبغياب إمام الشيعة الأخير أو المهدي المنتظر عندهم عطل الشيعة الروافد كتير من الأحكام الشرعية التي لا تقام حتى ظهور الإمام الغائب زي الجهاد وصلاة الجمعة وفضل علماء الشيعة محرمين الفروض دي لفترة كبيرة وبيعتقد الروافد بأن بظهور المهدي المنتظر هيأتي بقرآن جديد وأنها يقيم الحد على سيدة عائشة أم المؤمنين وهيخرج جثمان أبا بكر وعمر بن الخطاب من قبورهم ويصليبهم ويحرقهم بغير أن هيئة الذراري قتلت الحسين وهيئة للعرب ودلوقتي يا صديقي خلينا أكلمك عن ياسر الحبيب فرصة قد لا تعور الشيخ الشيعي اللي بيدعو لإقامة وطن مهدوي يجمع الروافد ويدم الجنود اللي هتخدم المهدي المنتظر الخاص بالشيعة ياسر الحبيب رجل دين شيعي مثير للجدل دايما وبيدعو للفتنة الطائفية اتولد في الكويت وعاش في بيئة متسمحة بعيدة عن الطائفية والتعصب اتربى في أسرة متوسطة يعني ما فيش أي حاجة في حياته الأولية تخليكم متعصب أو طائف بالشكل دا ودرس الحبيب في جامعة الكويت في قسم العلوم السياسية وخلال فترة الجامعة انضم لجماعة من الطلاب وبعدين أصبح نائب رئيسها ومن ضمن تصاعدها نشروا صورة للحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما والصورة دي أثارت جدل كبير جدا في الوقت دا وسفر ياسر بعد كده لإيران وكان دا الموقف الفارق في حياته ومحدش يعرف ياسر الحبيب درس إيه بالضبط في إيران ولكنه تأثر بالمنهج الشراز هناك اللي بيتم من خلاله إهانة الصحابة وأم المؤمنين وبدأ من هناك خطاب المتعصب لدرجة أنه صرح وقال في خطاب من خطاباته أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار وفي خطاب تاني طلب ياسر الحبيب الجمهور أنه يسبه أبو بكر وعمر بن الخطاب وأم المؤمنين عائشة وبدأ يقول بأن الكلام عن عدل عمر مجرد خرافة لا أساس لها من الصحة ولم ترق خطاباته للناس في الكويت وتم رفع أواضي ضده في المحاكم الكويتية وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 15 سنة واتسحبت منه الجنسية الكويتية وبعد حبس دم لمدة 3 شهور خرج ياسر الحبيب من السجن بعفو أميري وسافر بعد كده للعراق ومنها هرب على لندن لكن بعد هروبه اتقال في الكويت أنه قرار العفو الأميري ما كانش مكتوب فيه اسم ياسر الحبيب وأن الموضوع كان خطأ إداري وخرج الشيخ نبيل العواضي واستنكر الحصل وقال هل معقول شخص يخرج من السجن ويهرب من على الحدود نتيجة مجرد خطأ طب ليه محدش كلم الانتربول يقبض عليه وخرج شيخ كتير في الوقت ده كفروا ياسر الحبيب وقالوا أنه كافر ويجب على ولي الأمر قتله وكان على رأسهم الشيخ عثمان الخميس واللي قال أن ياسر الحبيب سب السيدة عائشة أم المؤمنين والدعى إنها في النار علشان كده هو بإجماع العلماء كافر فكل شخص يخالف القرآن ويشتم الصحابة وأمهات المؤمنين فهو كافر وقال كمان أن الموضوع مع ياسر الحبيب مش مجرد فهم غلط للقرآن والأحاديث النبوية الشريفة ولكنه متعمد لكل كلمة بيقولها علشان كده لازم يقام عليه الحد وفي لندن موقفش ياسر الحبيب عن خطابات الفتنة والتصرفات المشبوهة لدرجة أنه نظم عرض عسكري هناك تحت دعوة تنظيم جيش شيعي بيمتد من لندن للمملكة العربية السعودية وقال إن هدف الجيش ده احتلال الخليج العربي والقضاء على الوهابية واشترى كمان مبنى كان كنيسة في لندن وحاولها لمقر الإقاندون ومسجد بيبث منه خطبه ودروسه وحاول جزء من غرف الكنيسة دي لاستوديوهات لقناته اللي بتبث إرسالها من إنجلترا وصرح الشيخ حسان عبد الله من تجمع العلماء المسلمين في لبنان بإن ياسر الحبيب ما هو إلا رجل مخابرات دوره في المرحلة الرهنة بث الفتنة وإظهار إن الشيعة مستهدفين وعمل فتنة بين السنة والشيعة وكمان الصحف الكويتي داهم القحطاني قال إن ياسر الحبيب استغل قضايا مشتعلة بين السنة والشيعة لنشر الفتنة وإنه بيقول للشيعة في أي دولة إن حكام الدولة بيتبعوا السياسة البكرية علشان يقلبهم على الدولة وحكومتها وتحصل مذابح بين الناس ومن تصريحات ياسر الحبيب الشائكة إنه أعلن قبل كده بإن الناس لو حابت تقضي على الفكر الداعشي لازم تقضي على منهج أبو بكر وعمر بن الخطاب وكأنه بينسب الأفعال الداعشية دي ليهم وبسبب التصريحات والمواقف المثيرة للفتنة بدأت الناس تسأل مين اللي ورى ياسر الحبيب ومين اللي بيموله خاصة بعد كل التسهيلات اللي بتحصل معاها في لندن والثراء الفاحش اللي ظهر بشكل واضح بعد ما انتقل للعيش هناك وصرح وزير الإعلام الكويت السابق سام النصف بإن في جهات يهمها إثارة الفتنة بين صفوف المسلمين ممكن تكون بتمول ياسر الحبيب والشيخ حسان عبدالله قال إن السبيل الوحيد للتصدي لأمثال ياسر الحبيب هو نشر الوعي أكتر عن الدين الإسلام الصحيح أما آخر تصريح أثر بي ياسر الحبيب الجدل لما خرج على قناته قال إن الشيعة وخاصة الروافض متهضين في بلادهم وهو كان أول المتهضين لأنه تسجن في بلاده وتسحبت منه الجنسية وقال إنه لازم يكون فيه وطن جديد للروافض يعيش فيه بحرية ويقدروا يخدموا من خلاله الإمام المهدي المنتظر عند الروافض ويعبروا عن رأيهم بصراحة وعن كرههم للصحابة ومن هنا ظهرت للنور فكرة الوطن المهدوي أو دولة ياسر الحبيب لأول مرة واللي عاوز من خلالها يجمع كل الشيعة الروافض اللي بينتموا لنفس تفكيره ويوحدهم وإن عليهم تجميع طاقتهم وتوظفها في الدعوة لآل البيت لإنقاذ الأمة المنكوبة فمحتاجين مكان يتكتلوا فيه ويكون لهم حق الإدارة فيه وما ينفعش يفضلوا مباثرين ومشتتين في كل البلدان بالطريقة دي وده لتعمير الأمة من وجهة نظرهم شوف يا صديقي في البداية تم الإعلان عن فكرة الوطن المهدوي الجديد في خطبة العيد للعام الهجري 1444 هجرية إلا ألقاها ياسر الحبيب وأعلم من خلالها إنه عاوز يأسس وطن جديد وقال إن الوطن الجديد ده هيكون وطن لكل الرافضة الأحرار اللي عاوزين يعيش بكرامة وحرية ويخدموا إمام زمنهم المهدي المنتظر ويكون المكان ده وطن لبث ونشر الدعوة الشيعية الرافضة في العالم وقال إنه تم اختيار 3 جزر يكون مقر للوطن المهدوي وإن الجزر دي بتتمتع بطبيعة خلابة وموارد طبيعية وكمان ليها خصوصية تاريخية وتفاوض ياسر مع الجهات الملكة للجزر الثلاثة واللي بعد مفاوضات وفقوا على بيع الجزر دي وقال إنه ناقص مبلغ 3.5 ملايين سريني على تامل الجزر دي وإنه فتح باب التبرعات لشراء الجزر وطلب من أنصاره إنهم يتبرعوا علشان يقدروا يشتروا المكان ده وما يقعش في حرج مع الجهات الملكة للجزر وإنه بمجرد ما يتم شراء الجزر دي هيتم رفع عليها علم الشيعة وهيتم إعلانها وطن مهدوي المهم يا صديقي بمجرد ما تم الإعلان عن الوطن المهدوي ناس كتير تحمسوا وقالوا إنه بمجرد ما يكمل المشروع هيهجروا للوطن الجديد ده غير إن فيها طباء ومهندسين ومصممين قالوا إنهم هيحطوا كل خبرتهم تحت أمر ياسر الحبيب لحد ما الوطن المهدوي يكون جاهز بالإضافة إلى إنه قال إن فكرة إنشاء الوطن المهدوي متشبه اللي كان بيحصل في العصر الذهب الشيعة لما كانت الناس كانوا بيشتروا قرى شبه مستقلة علشان يكون عندهم خصوصية دينية ومدينة قم مثلا إحداها وإن أي شخص مستعد يضحب وقته وجهده وماله لخدمة الرافضة والمهد الخاص بهم فالوطن ده هيكون مكانهم ولكن رغم كده أليسر الحبيب بإنه هيكون فيه إجراءات مشددة وصحيحة علشان أي حد يقدر ينضم للوطن ده وإن الوطن ده مش هيسمح فيه بدخول المتسللين وبإن أي شخص هيتبرع لشراء الوطن المهدوي هيتم تدوين اسمه في نصب تذكاري هناك وإن فيه أكتر من سبب هيخليه فكر في إنشاء الوطن المهدوي ولكنه ركز على ثلاث أسباب بس وقال إن دول من أهم الأسباب بالنسبة له وأولهم الدعوة لظهور الإمام المهدي على الوجه الأكمل والتمهيد لظهوره من خلال استخدام وسائل دعوية حديثة بتتناسب مع العصر ده لأن الوسائل التقليدية ما بقتش تنفع الأيام دي وعلشان كده الشيع محتاجين يطوروا نفسهم علشان يقدروا يقفوا في وش التحديات اللي بتحصل الفترة دي وده علشان يحصل لازم الشيع الروافد يتكتلوا في مكان واحد علشان يكونوا قوة لا يستهم بها ويبرزوا على الساحة العالمية وكمان صرح إنه عاوز الوطن ده يلفت نظر الإعلام العالمي وعلشان يبدأ يسأل ليه الناس دول اتجمعوا في المكان ده وإيه هدفهم ومن هو الإمام المهدي الغائب بالإضافة إنه ذكر إن الرئيس الأمريكي صرح وقال إنه عارف معلومات كتيرة عن الإسلام مؤخرا وعن الإمام الغائب عند المسلمين وكمل ياسر كلامه وقال إنه لولا وجود الشيعة وتأثيرهم على المجتمعات ما كانش الرئيس الأمريكي يعرف عن المهدي المنتظر وتاني سبب مهم الإنشاء الوطن إن الوطن المهدوي هيكون مفيد للشيعة اللي بيعانوا من الاضطهاد في بلدهم وإنه هيكون ملاذ لكل الشيعة الروافق علشان يعيشوا بكرامة وإن الوطن ده هيكون أحسن من الهجرة للبلاد الغربية اللي هينسى فيها المسلمين دينهم وعادتهم وتقاليدهم وقال ياسر الحبيبي إن السبب الثالث لإنشاء الوطن إنه هيساعد في نشر الثقافة الرافضية وهيساعد الرافضة في مواجهة الثقافة الغربية الفسيدة وإن حلمه إنهم يفتحوا مكة والمدينة وينشروا المذهب الشيعي وبإن الوطن ده مش هيكون للناس اللي حابة تصلح من مستواها المعيشي لإن الوطن ده محتاج المضحيين وبس وإنها يكون في مرحلة ما بعد شراء الوطن هيتم فيها تعيين لإجان مختصة لتقسيم الشوارع وبناء البيوت وإدخال المرافق للمكان ده وعلن إنه بيفكر في إنشاء مدينة إنتاج سينمائية داخل الوطن المهدوي علشان ينتج الأفلام والمسلسلات المفيدة للدعوة الشيعية وهيكون فيه شركة إنتاج ودرس سينما وهيحاول يشجع الناس في الوطن المهدوي الجديد على تعلم التمثيل والإخراج ومن ناحية تانية قال ياسر الحبيب خلال خطبة تأسيس الوطن المهدوي لأنصاره إنهم السبب في تأخر الإمام المهدي وبدأ كلامه بالحديث المروي عن الإمام جعفر بن محمد إنه لو اجتمع على الإمام عدة أهل بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا لو وجب عليه الخروج بالسيف ورد ياسر الحبيب على السؤال اللي بيقول ليه والشيعة دلوقتي عددهم بيفوق عدة أهل بدر الإمام المهدي لسه ما ظهرش وقال إنه رغم إن الشيعة في الزمن ده عددهم بيزيد عن عدة أهل بدر أضعاف مضعفة ولكن لسه ما ظهرتش الجماعة اللي عددتهم عدة أهل بدر بصفتهم وشرطهم ودل إن المجموعة دي لازم يتوفر فيها الشجاعة والإخلاص على الجهاد والصبر على اللقاء وإثار الأخيرة على الدنيا ونقاء السرائر وصحة العقول وبإن الوطن المهدوي هيكون فرصة للشيعة علشان يشتغلوا على نفسهم ويربوا أولادهم على الخصال الحميدة دي وكل ده هيعجل ظهور المهدي وإن الهجرة للوطن الجديد هتكون بمثابة هجرة لله ولوليه في الأرض وهو الإمام المهدي الغائب وإنه هيعمل فندق ودر ضيافة في الجزر الثلاثة اللي هيكون وطن مهدوي وهيستضف فيهم أجانب وهياخدهم في جوالات سياحية في الجزر دي علشان يتعرفوا أكتر على الشيعة ويعرفوا عن أهدافهم وعلى الوطن المهدوي والهدف من كل ده إن لما الشخص الأجناب الزائر للوطن المهدوي يرجع وطنه يكون قد اهتدى ويبقى سفير للشيعة في بلاده وبمجرد شراء الجزر الثلاثة هيتم تعيين محامين ووسطاء للتفاوض مع الجهات الرسمية للحصول على أكبر قدر ممكن من الإدارة الذاتية ويقدروا يفرضوا سيطرتهم بالكامل عليها وبعد كده هتبدأ مرحلة الإعمار اللي برضو هتحتاج تبرعات بمبالغ كبيرة علشان يتم التخطيط الهندسي لشوارع الوطن المهدوي وأحياءه والمباني الأساسية وعلى رأسهم جامع بقية الله الأعظم ومباني مركزية بتضم اللجان الخاصة بالدعوة المهدوية بالإضافة للمرافق المهمة لبناء حياة اجتماعية ومنها الخدمات الطبية والأندية الرياضية والمساكن وغير كده أعلن ياسر الحبيبة صديقي إنه هيكون في عملة خاصة بالوطن المهدوي والعملة دي دلوقتي في طريقها للمطابع وإنه علشان يتأسس أي وطن لازم يتم الاهتمام باقتصاده وهيكون الوطن المهدوي صديق للبيئة وإنه ما فيش سيارات هتكون متوفرة في الوطن ده إلا السيارات الخدمية زي سيارات المطافي والإسعاف وإنه هيتم تقسيم الوطن بطرق حديثة بحيث كل الخدمات دي تكون قريبة من الأماكن السكنية ويكون متاح الوصول لها سيراً على الأقدام وإنه عاوز شباب الوطن يتعود على الحركة والقوة ده غير إنه عاوز يحافظ على نسبة الأكسوجين في الوطن المهدوي وهيقوم كمان بتطبيق نظام تدوير النفايات وكمان هيكون في مزارع وحدائق لضمان الأمن الغذائي والجزر الثلاثة فيهم عدد كبير من الغزلان والماشية وإنهم هيضموا الماشية والغزلان دول للمزارع وهيكبروها وهيحاولوا يحافظوا على الطبيعة في الجزر دي بكل الطيور والكهوف الموجودة هناك وكمان هيتم إعداد الوطن ده علشان يؤثر على مراكز صنع القرار العالمية وليسر الحبيب كمان إن المهاجرين للوطن المهدوي أكيد هيحتاجوا تأشيرة من البلد الملكة للجزر علشان يدخلوا الوطن المهدوي ولكنه هيتفاوض مع الحكومة علشان تسهل إجراءات الدخول للوطن المهدوي وهيكون فيه اهتمام كبير بالجانب الأمن ومش هيتم السمح للمتسللين ولا رجال المخابرات المندسين وهيتعاملوا معاهم بلا رحمة شوف يا صديقي يسر الحبيب زاد بالتصريحات المثيرة للجدل والفتنة لما قال خلال خطبة الوطن المهدوي إن الوطن ده هيكون بمثابة أرض تبرأ من أبي بكر وعمر بن الخطاب وقال إنهم عملوا شرخ كبير في الإسلام وظلموا آل البيت والرسول والسيدة فاطمة الزهراء وإن الوطن المهدوي ده هيكون منطلق لدعوة العالم للبراءة من أبي بكر وعمر والصخط عليهما وحرق قدسيتهم في العالم كله وهيتم في بناء مدارس تنشئ وتربي الأولاد على كره أبي بكر وعمر بن الخطاب وإن المنهج التربوي هناك لازم يكون بيعتمد على البراءة من الصحابة وما اكتفش ياسر بفكرة إنشاء المدارس الخاصة بالرفضة ولكنه قال كمان إنه ناوي يستمر في إصدار مجلات خاصة بالأطفال تكلمهم عن مذهب الرفضة وبغض الصحابة زي مجلة ثائر اللي تم إنشائها في الكويت ومجلة المينبر المخصصة للشباب والكبار وتعمد ياسر اختيار اسم الثائر للإشارة للثورة على المذهب الأخرى وإنشاء جيل شيعي رافضي في النهاية صديقي انتعي رأيك في فكرة إنشاء الوطن المهدوي وقال فعلا الفكرة قابلة للتنفيذ وممكن نلاقيها في يوم تنفزت بالفعل وبكده تكون خلصت حلاتنا حسنا رأيكم في التعليقات وما تنسوش تقولوا عوزين مواضيع إيه نعرضها في القناة وتشوفوا المواضيع اللي فاتت واللي جاية وتعملوا اللايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس سلام